أسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صغاط مستقيم تنزيل العزيز الوحيم لتنزل قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالهم فهي إلى الأذقان فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سزا ومن خلفهم سزا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنزغتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفغة وأجر الكريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآساوهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء الأرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما آتم إلا بشوا مثلنا وما أغزل الرحمن وما أغزل الرحمن من شيء إن آتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيغنا بكم لإن لو توتغوا لنرجمنكم وليمسلنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أوتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة وجن يسعى وجن يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلقة إن يردن الرحمن بضر الله تغن عني شفاعتكم شيئا ولا يوقظون إني إذا لفي ضلال مبين إني آموت بغبكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفغلي وابي وجعلني من المكرمين وما آزلنا على قومه من بعده من وجود من السماء من وجود من السماء وما كنا موزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسوة على العباد ما يأتيهم من وسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يغوكم أغلكنا قبلهم من القرون لأنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من سمغه وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزغاج كلها مما تمت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النغار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد وناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لك أو تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا عملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون إلا وحمة منا ومطاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما غزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء من لو يشاء الله أطعمه إن آتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يوزرون إلا صيحة واحدة وتأخذه وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا من الأجداس إلى وبهم يوصلون قالوا يا غيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما غعده وهمان ما غعده وهمان وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في زلال على الأغائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عاغد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وانعبدوني كذا صغاكم مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ إِسْلَوْهَ الْيَوْمَ بِمَا كُوتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْغَايِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدْ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْنَ شَاءُ لَقَمَسْنَا عَلَى أَعْيُدِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّغَاتَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُدِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِيَ فَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعِرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ إِنُهُ وَإِلَّا ذِكُرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِنُذِرَ مُنْ كَانَ حَيًّا وَلَحِقَّ الْقَوْلُ عَلِي الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَغَوْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمْ مَا عِمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْدُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصُرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُودٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ أَوَلَمْ يَغَلْ إِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطُفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِيرٌ وَضَغَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسْيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِزَامَ وَهِيَ غَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَلَ مَوَاهُ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ أَلَّذِي جَعْلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاوًا فَإِذَا آتُمْ مِنُهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْطَبِ قَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمُرُهُ إِذَا أَغَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُكُمْ فَيَقُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ رحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان الناسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شغاط مستقيم تنزيل العزيز الوحيين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسغاء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفغة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآساوهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين ترجمة نانسي قنقر